الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم إلى آخر الآيات صدق الله العلي العظيم العذاب الاستيصالي شنو هو؟ استئصال على باب استفعال أي طلب الأصل الجذر كلمة أصل اجعلها في باب الاستفعال يصير استئصال أن تطلب الجذر شيء أصل شيء هذا يسمى استئصال العذاب الإلهي نستجير بالله من عذابه في الدنيا وفي الآخرة نستجير بالله نوعان عذاب غير استئصالي عذاب مواقع عذاب له مدة عذاب لبعض الناس دون بعض أما إذا جاء عذاب من قهر الله سبحانه وتعالى عندما تتراكم الذنوب وألواع الظلم والشرك والكفر هذا يأتي عذاب الاستئصال يعني لا يبقى ولا واحد لا يصيبه هذا العذاب هذا الله شرط واحد الشرط الواحد الوحيد تقدر تقول اليأس من إيمان واحد فقط سواء الرجل أو امرأة يأس يصير عند ذلك يأتي العذاب الاستئصالي في قوم عاد في قوم ثمود في قوم نوح هذه السورة سورة هود عليه السلام تذكر كثير من الأنبياء أولهم نوح العذاب الذي نزل على قوم نوح في العراق لأن كان مسكنه في العراق ربما كان أطراف الكوفة هذا العذاب كان استئصالي ليش كان استئصالي لأنه عندما نقرأ الآيات في هذه السورة وبقية السورة التي تذكر قضية النوح عليه السلام حاول نوح صلوات الله عليه وصلوات الله على نبينا وآله حاول أن يهدي الناس تسعمائة وخمسين سنة ما فان إلا القليل هناك بعد ما يفعل بعد لا أمل ولا رجاء لإيمان واحد فقط يعني إذا كان أمل ورجاء ما كان يأذن جدا رحمة إلهية واسعة يعني حقيقة واحد يتصور الأمة أية أمة تذنب وتكفر وتشرك بالله وتأتي بالمعاصي الله الله لا يعذبهم ليش كرامة لواحد تكريما لواحد شكيد الواحد مهم عند الله إيمانه شخص واحد بالمناسبة يذكر في تاريخ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حروبه سواء عندما كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفترة المدنية أو في الحروب الثلاثة الجمل وصفين ونهر كان علي عليه السلام يأتي بسيفه ذو الفقار على رأس أحدهم باقي كم سنتيمتر حسب تحبيرنا باقي نصف متر مثلا بعدين يوخر السيف سألوه يا أمير المؤمنين هلو لا أعداء له أنت واصل سيفك إلى رأس العدو باقي كم سنتيمتر حسب تعبيرنا اليوم أو نصف ضراع فلماذا تحرف سيفك يقول عليه السلام بتعليم الله طبعا يقول رأيت في أصلابه مؤمن مو هو في أصلابه رح يطلع بعد سنين واحد من أحفاده يصير مؤمن شوف شلول الرحمة الإلهية ومظهر الرحمة الإلهية أمير المؤمنين صلى الله عليه إذا أنت تطبق هذه الحالة في قضية قوم نوح قوم نوح تسعمية وخمسين سنة حاول نوح ولم يؤمن إلا القليل في ذول القليل لم شنو قلنا البارحة اللي واحد من الأصدقاء قال ليش تضحك الآن موجود ذكرت أنه البارحة قلت أن الله أوحى إلى نوح أن كلوا التمر أكلوا تمر وأكو بالعراق تمر واغرسوا النوات كم سنة يطول إلى أن يصير نخم مرة ثانية اغرسوا كلوا واغرسوا كلوا واغرسوا هالفترة أيضا كثير من الناس ارتدوا يا نوح أنت تعدنا بالعذاب المؤمنين ارتدوا المؤمنين ارتدوا بس تجيروا بالله من الارتداد في هذا العاصر نحن ننتظر إمامنا وقائدنا وسيدنا ومهدينا الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ليكن مرة لا سمح الله شوية شوية يصير نوع من الارتداد نفس الحال كثير منهم ارتدوا بقوش قيد حوالي ثمانين نفر في الروايات ثمانون أو أقل يعني يقول ثمانين نفر منهم منه عند زوجتين زوجة أم كنعان حسب تعبير الروايات أو التاريخ هذه كافرة طبعا احنا بالنسبة لزوجات الأنبياء ليس لنا الحق أن ننسب الفاحشة إليهم كما قال أئمتنا ولكن كافرة وكانت وكانت تشي يعني وشاية سوي ضد نوح وعنده ولد منها اسمها اسمه كنعان بالأسماء الموجودة في الكتب لذولا كلهم طيبين شوف الآيات لما نقراها يقول جيب أهلك وياك أي أهل الأهل الزينين يعني أم كنعان لتجيبها هذه من المغرقين كنعان أيضا يغرق بس بالنتيجة الأب يحن إلى ولده يريد هذا أيضا يهتدي يقول له ابني تعال اركب يقول ما أركب هذه المقدمة قلنا لأجل أنه ليش هذا العذاب أجيب هل الله يظلم عباده أستغفر الله العياذ بالله ولكن عندما لا يبقى بصيص أمل بصيص من الأمل لا يبقى حتى يهتدي ولو واحد أو واحدة هناك العذاب الاستيصالي يجي ستغفر عام كلهم هناك السؤال يطرح هل طوفان نوح كان في كل الكرة الأرضية أم في هل منطقة منطقة الرافدين بعدين إدريس بعدين نوح يعني ما طول من أول الخليق هوايا شم شم ميت سنة مثلا قل ألف سنة خاب في ألف سنة الناس ما يقسروا الهوايا في ألف سنة مثلا عاشوا وين عاشوا في هذه المنطقة في بلاد الرافدين طيب شنون صار أفريقيا أمريكا ما هذه أوروبا الصين بلاد البلقان هاي شنون صارت هذه كما تقول سلام عليكم كما تقول الروايات التاريخية طبعا تحقيق ما عندناها يعني إذا نقلتوا لتقولوا سيد محسن قال حتما هالشكل حسب الروايات التاريخية هذول من ثلاثة أصناف لأن أم كنعان خماتت كنعان أيضا شنو غرق وذهب إلى جهنم وبئس المصير منه بقى ثلاثة من أولاد بقوا اللي يسموهم سام وحاموا ما ذهب منه يافث يافث أحسنتم هذول تفرقوا في البلاد بعد وفاة نوح أبيهم بعد رسو السفينة عندما رست السفينة وصار حضارة ومدنية ومدن صارت واحد راح صوب أفريقيا كما يقولون صاروا سود واحد راح صوب أوروبا وأمريكا واحد راح صوب الصين كما يقولون أقول لك هذه أمور تخمينية تخمينية نرجع إلى القصة القصة وين وصلنا أن نوح عندما يأس الله أمره أن يزرع نخلا أن يزرع يأكل التمر هو وأصحابه ويغرسوا النواد صارت أشجار باسقة هناك أجل الأمر لله يجب رأيه الواسطة يا نوح الآن اقطع الشجر وطبيعي يصير سخرية عند الناس يصنع استهزاء أنت يا نوح أولا ليش أكلت التمر أكلت زين بارك الله فيك أنت وقومك بعدين ليش غرست النواد أخو همزين لأنه زراعة وشجر ونخل لسي ما دام صار نخل وديطي ثمره ليش تقطعه أمر من الله سبحانه وتعالى حتى تصبح ألواح ودسر كما في آية أخرى دسر شنو دسر مسامير هاي المسامير منين أجت المسامير حسب الروايات اللي أحن عندنا أتت من السماء يقولون ألفين ومئة مسمار جبرائيل جابوية هاي المسامير شلون كانت هل قلعها من مكان في الأرض هل هي مسامير من عالم الغيب ما ندري جاب هالمسامير وجاب خريطة هاي مقدمة حتى نفهم الآيات وإلى الآيات رح نقراها سريعا جاب خريطة سفينة هاي السفينة جداً كبيرة اليوم شفت ألفين ما أدري كم ألفين ومئة ذراع طولها ما أدري ثمانمئة ذراع ارتفاعها ليش ارتفاعها لأنها ثلاث طوابق كانت الطابق السفلي للحيوانات المفترسة ليسا نحكي بيها هاي حسب القرآن يعني الطابق الوسط وسط الوسط الأوسط للأليفة مثل الألعام والخيل والبغال والحمير وهذا الطابق الفوق للبشر والطعام لازم هذول يطعمهم طيب هذول شنون جابهم هذول منتشرين في العالم في الغابات في البراري بالبحار بالبحار خميري لأن البحر خبه بعد وياه بعد لأن الماء وياه بقدرة الله سبحانه وتعالى حسب الرواة ناداهم وناداهن فأتوا هذه قضية معجزة غيبية جاب رأي الأجل قال من كل صنف زوجين خلي ذكر وأنثى حتى الوحوش يعني عفوا الحيوانات المفترسة ليش لأن هذا النسل الحيوان لازم يبقى الله لطيف بعباده إذن يكونها تفيد الطيور الحيوانات الأليفة الحيوانات الختاكة المفترسة كلهم ناداهم أتوا طائعين بأمر نوح بالمعجزة اثنين اثنين يقول لهم تفضلوا أدام الله أعزكم تفضلوا روحوا المفترسة في الطابق السفلي الأليفة في الطابق الوسطى أو الأوسط والبشر البشر كم واحد ثمانين نفر ليش بس هاي الثمانين نفر لازم يخدمون الحيوانات يطعموهم يرتبون فلازم يجيبون أكل لسه شكيت بقتها لسه هنا أيضا يكون اختلاف أكثر شي اللي يقولون ستة شهر كانت الدور وذهبت إلى مكة وطافت الكعبة سبعة أشواط يعني سوى أيضا عمر عمر مفرد هكذا يقال في الروايات التاريخية طبعا أما القرآن نرجع إلى آيات القرآن في سورة هود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحيه من أوحى؟ الله سبحانه وتعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إشقد آمنوا ثمانين بس هذول الثمانين المخلصين بقوا عجيب أنا لو من أقرأ هاي الآيات وأطبقها وأطبقها على عصرنا الحاضر هواي أخاف وأنتم لازم تخافون ليش؟ هاي راحوا 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 بقوا بثمانين نفر ليكن إحنا من روح نروح بس يبقى ثلاثمئة وثلاثعش نفر للإمام الحج أستجيروا بالله طبعا أكو رواية أنه عشرين ألف جندوا الإمام الحج هذول ثلاثمئة هذول القيادات الكبرى الكبيرة يعني هذول الزعماء اللي يتزعمون العالم إن شاء الله بس بالنتيجة يجب أن نستجير بالله نطلب العون من الله نطلب الهداية من الله ليكن أحنا نهتز كثيرين ألا أنت تسمعون بعد كثيرين صاروا أصحاب فلان وفلان وفلان من المنحرفين كثيرين تركوا الدين كثيرون يستهزئون بهذه الأمور نسأل الله الثبات إلا من قد آمن يا نوح بعد ماكو أمل فلازم شي يصير شون قدمت لكم عندما ماكو أي أمل لأي مؤمن أو مؤمنة ولو واحد أو واحدة هنا عذاب الاستيصال يجي نستجرب الله فلا تبتأس الله مو مهم عنده أصلا الله قاهر على كل شيء لا تبتأس أنت يا نوح نبي لا تحاتي لا تبتأس لا يأخذك البؤس والعجز طبعا النوح كان يحب أن يهدي قومه طبيعي النبي يحب فلا تبتأس بما كانوا يفعلون خب شا سوي الأمر الثاني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا الله أكبر من هذه الآية أنت تصنع الفلك ولكن نحن نشوفك تحت رعايتنا وبعد تحت وحينا جبرايل يجيب لك حتى المسامير جبرايل يجيب لك الخريطة جبرايل يقول لك كم متر كم طول السفينة كم عرض السفينة كم ارتفاع السفينة كلف طوابق سوية هاي كلها معنى وحينا يعني الأئمة لمن يستفيدون من القرآن هكذا يستفيدون وبعلمهم اللدني يشرحون لنا الرواية اللي قرأتها لكم مضامين الرواية قرأتها أنه هل قد طول السفينة عرض السفينة هذه من كلمة شنو وحينا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا طيب والناس شلون ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون بعد وساطة وشفاعة ما كون ليش بالنتيجة نوح يحبوا ابنه كنعان بس نقرأ شنون يحبه وكان يريد يهديه قال لا تخاطبني خلاص بعد حتى هذول ماكو فايدة فيهم بعدين يرجع إلى صيغة المضارع ويصنع الفلك يعني الأوامر صدرت جبرايل جاب المسامير الخريطة توضعت عند نوح بدأ بصنع السفينة خب طيب وين ده تصنع السفينة بحر ماكو بحر ممكن يتقول نهر الكوفة أولا مو معلوم نهر الكوفة ذاك اليوم كان موجود هذا أنهر يمكن جديدة يعني جديدة مثلا قرون بس لا نحجة عن نوح وين قرون متمادية راحت ذهبت بعدين نهر الكوفة يريد له بلم لو يريد له سفينة بلم يريد له قارب من هذا الذي يعدكم هنا هو شيء أكبر هاي السفينة ضحمة في بعض الكتب رأيه البارحة أنه وجدوا آثار هذه السفينة وقالوا أكبر من سفننا في إنجلترا وبريطانيا وأوروبا حسب ما مكتشفين بعض الأخشاب بدأ بصنع السفينة الناس الكفار قاموا يستهزئون ويصنعوا الفلكة وكل ما مر عليه ملأ من قومه الملأ دائما يأتي للكبار هذول الزعامات اللي كانت موجودة ملأ من قومه سخروا منه يضحكون على نوع حتى في الرواية شفت قالوا لقد خرفه صار مخرف يعني يعني عقل ما عندنا استغفر الله كان يتهمون بالجنون لأنه حقيقة أنت تشوف مثلا في صحراء الكويت واحد يجي يبني سفينة يصنع سفينة بهل عظمة الناس ما تضحك تضحك عليها شوية حقهم ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون يجي يوم احنا نسخر منكم هذه هذا الموعظة يعني أنا نبي أدري رح يصير طوفان يصير إعصار قوي ما يأخذ كل مكان فيحتاج لها سفينة ما يفيدوا يوم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه رح تشوفون أنهم من يجي عذاب يخزيه يذله في إذلال يموت هذا في الدنيا ويحل عليه عذاب مقيم هذا العذاب مواقت إجا الطوفان وغرقهم كلهم راحوا وماتوا ولكن شنو ويحل عليه عذاب مقيم يعني عذاب جهنم خب الأمور تجهزت الحيوانات كلها راحت باستفينة طابق الأول طابق الثاني طابق الثالث المؤونة الغذاء الماء كل شيء اتأمن حسب الروايات شفت اليوم أنه النوح كان يرتب الأمور آخر لحظات بس ماكو ماي وفارت النور حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور أمكان عن كانت تخبز حسب هذه الروايات التاريخية أقول لك يقيم ما عندي ولكن موجودة لأن إذا أروح أشوف سندها ودلالتها ومشكلة بس مبعد أنه هذه صحيحة حتى إذا جاء أمرنا الأمر أتى بنزول العذاب ونزول العذاب على أساس تمطر السماء ممطر قرب تنزل حسب الروايات ما كان ذرارات تأتي كان فتحت السماء وكأنه شكل ميدة ينزل والعيون من تحت الأرض نبعت كل مكان صار مي هنا أمر الإلهي صدر أم كان عان كانت تخبز فتما شافت أنه من داخل هذا التنور لا يطلع ماي اخترعت خافت صاحت يا نوح نوح يجي عرف أنه الأمر صادر وسيغرق الجميع فأخذ طينا وسكر التنور يعني أصبر شيء بعدني ما مخمص ده يركب الناس ده يركب الحيوانات كان مشغول فسكت التنور سكت الماء هذه حسب الروايات واحد من العلماء طبعا قائل أنه هذا مو تنور كان أولا مباعي لأنه كنت تنور لأنه معجزة كله معجزة فشنو المانع عنه من داخل التنور يجي ماء أول العذاب يقول فارد تنور ما نطق أكو في الأردن اسمها تنور الجواب أنه أولا نوح ما كان في الأردن كان في العراق قريب الكوفة قريب النجم حسب الروايات فهذا بعد رأيه حسب الروايات لا تنور كان معجز صار أنه من داخل التنور نبع الماء حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور نوح وقف قل نحمل فيها يعني كأنه إشارة من الله سبحانه وتعالى يا نوح بدأ العذاب علامة شنو هو يدري بالوحي أن علامة بدء العذاب أن التنور ينبع منه ماء فوقف الماء بعدين شنو يقول الآية قل نحمل فيها يعني مادام وقفت روح كمل عملك وظائفك قل نحمل فيها من كل ومن كل من كل يعني كل حي كل دابة من كل هذه مل البشر للحيوانات من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى بعد منه أركب وأهلك إلا من سبق عليه القول منه سبق عليه القول أم كنعان وكنعان لأنهما لم يؤمنا بك وكانا كافرين إلا من سبق عليه القول بعد منه أركب أهلك أهل الثانية يعني أم حام وسام ويافف لذول ركبهم ومن آمن اللي آمن وياك لثمانين نفر ركبهم وما آمن معه إلا قليل كلمة قليل يدل على أنه حقيقة ثمانين نفر وقال هذا قال إشارة إلى نوح وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها اركبوا مجرى السفينة ببسم الله تعري عاية الله مرساها يعني وقت اللي ترسو تقف تنزل إن ربي لغفور رحيم الله غفر لكم ورحمكم لأنه أعطاكم فرصة أن تعيشوا في هذه الدنيا وتبدأوا البشرية من جديد ولذلك يسمونه الأب الثاني نوح الأب الثاني لأنه آدم الأب الحقيقي لكل البشرية الأب الثاني نوح لأنه هو وأهله وثمانين نفر مددوا البشرية في كل البسيطة وهي تجري بهم الله هذه الآيات في هذه السورة من براعة البلاغة العربية عتما تلتذون لمن تقروها وهي تجري بهم هي من السفينة تجري بهم في موج الأمواج البحرية كالجبال أنت لازم تفهم أنه السفينة كانت عملاقة قلنا أول شي كم متر وكم عرض وكم ارتفاع فما كانت صغيرة السفينة الصغيرة ما تقدر تتحمل الجبال من الأمواج فمعناتها كانت كبيرة في موج كالجبال الموج مثل الجبال يصعد وينزل ونادى نوحن هناك لما ركبوا شاف من بعيد كنعان لا يشرب منا يطيح منا يروح منا يرتفع يروح إلى مكان مرتفع ونادى نوحن ابنه هذا الابن الثاني أول كنعان الكافر وكان في معزل في معزل الروايات تقول ما كان يعيش في بيت أبوه كان رايح مع الشباب الطائحين حفظ في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يعني أطام مهلة تعال آمر اركب معنا الله يعفو عنك قال سآوي إلى جبل يعصمني يستجيروا بالله عندما الرحمة الإلهية إخواني تأتي إلى الإنسان يازم للقفعة الرحمة الإلهية إذا متل قفة روح هذه من مصاديقها قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال نوح يعني قال لا عاصم اليوم من أمر الله هذا أمر الله عذاب استيصالي أي عاصم ماكو أي مانع ما يقدر يوقف قدامه إلا من رحم من رحم يعني الثمانين نفر و أم حام سام وحال بينهما الموج الموج المرتفع كالجبال إجه حال بين من بين نوح وابنه وفكان من المغرقين خب أكو وقت صارت السفينة والجبال والأمواج كالجبال لسه ما أدري صحيح أنه ستة أشهر في بعض الروايات في بعض الروايات أقل من ستة أشهر المد مد زمنية كثيرة يعني طويلة صارت حتى يأتي بالأمر ليت إرساء السفينة وقيل هنا القول يجب من الله سبحانه وتلقى هذه العبارات أدبية يعني الله قال الله أوحى الله أمر وقيل يا أرض بلعي ما أكي هذه من أرعيات القرآن في البلاغة يا أرض بلعي ما أكي ابلعي مثل في المكان اللي يبلع الماء ويا سماء أقلعي أقلعي يعني بس بعد المطر يازم يتوقف أقلعي وغيظة الماء في المرة شافة والماء شوية 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 غيظة غيظة يعني راحت في السهول والأودية راحت وقضي الأمر انتهى العذاب ماتوا كلهم واستوت منه السفينة لأن السفينة والفلك مؤنفة واستوت على الجودي الجودي شنو؟ الجودي جبل يقال أنه في الموصل يقال ويقال أنه في أرارات في تركيا ويقال أنه في روسيا المهم أنا ما أدري استوت على منطقة اسمها الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين هذه لعنة من الله على القوم الذين غرقوا وكانوا ظالمين وكافرين وغاصبين وإلى آخره ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين هاي الآية شوية بيها حد شيء بس ماكوا وقت بس الشيء أأشر فقط نوح كان يحب ابنه بالنتجة نسله يريد يهديه الله قايل لأنه أنا أنجي منه أهلك أهلك أنجي وأولادك بعض العلماء يقولون ما كان يعلم نوح التفت حتى واحد لا يفكر شبهة تجي بالنسبة للأنبياء بعض العلماء يقولون هكذا أنه نوح معصوم معصوم يعني شنو يعني لا يذنب أما أنه كل شيء يدري لا منو يقول كل شيء يدري إذا الله أعطاه علم لأنه نحن عقيدتنا شنو عقيدتنا أن النبي والأئمة والمعصومون كلهم يعلمون بتعليم الله بإذن الله كل شيء يسوون بإذن الله هل مقدار ما أعطى الله ولذلك شنو قال قال رب إن ابني من أهلي وأهلي أنت قلت أهلك وإن وعدك الحق قلت أن أهلك ينجون وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك الله قال هذا مو من أهلك شنو مو من أهلي ابن زوجتي ولكن الزوجة الكافرة ليس من أهلك يعني ما يناسبك هذا هذا بعد سقط عن أهليتك شوفوا القانون الإلهي دقيق أي واحد يكون ابن نبي زوجة نبي ابن إمام زوجة إمام زوجة المعصومين ما دام هو مؤمن أو مؤمنة مقبول القرابة ماكو هنا أبدا قرابة ماكو يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح عمل غير صالح في الأدب العربي واحد لما نهوا يموزين يقول هذا عمل غير صالح مو أنه غير صالح يعني لا سمح الله كان مثلا فلان لا عمل مثل في اللغة العربية يقول زيد عدل لازم تقول زيد عادل من كثر ما هذا عادل 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 كأن العل تجسم فيه هذا من هذا الباب هذه من البلاغة العربية إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم أنا ما أعطتك العلم هذا أنا ياه من أهلك قلت أهلك إني أعظك أن تكون من الجاهلين لتكون جاهل يا نوح تأنيب الله للأنبياء ما في إشكال أنا إذا أقول إشكال أكم لكن الله القادر على كل شيء الذي خلق الأنبياء وبعث الأنبياء يقدر يأنب يقدر يعاتب إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أنا أسألك ما ليس لي به علم ما كان عندي علم أنا فكرت أن كل أهلي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين هل قد أنا تعبد تسعمائة وخمسين سنة بعدين أخسر لا لا أنا مطيع لأمرك إلي يا نوح اهبط بسلام منا كنا أحياء هذه الآيات المباركة من سورة هود تطبيقها دائما نقول أنه في قراءة القرآن تطبق الآيات على عصرنا الحاضر نحن مبتلون كابتلاء قوم نوح وكابتلاء المعصومين بنا المعصومين مبتلين بنا يعني شنو الإمام المهدي عجل الله وتعالى فرجه الشريف هاي نقول عجل ليش ما يجي فبعلوم ليش ما يجي فلنكون صريح مع أنفسنا نحن في دور امتحان هل حقا نحن جاهزون هل حقا نحن صامدون أو مثل قوم نوح اللي شوي شوار تردوا هذه كلها موحظة ترها ومو بس نقرأ قصة نوح كأنها صرد قصة هذا كل تعليم وموعظة لهذا الجيل أيضا والحل شنو الحل الاستغفار الدائم الحل التوجه الدائم الحل المراقبة الدائمة مراقبة 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 علماؤنا كانوا نوصون بالمراقبة مراقبة يعني شنو راقب نفسك حاكم نفسك كون قاضي على نفسك أما الموعظة الأخيرة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع فزع في الجملة الأولى يعني خاف يقول فزعت فزع في الجملة الثانية يعني يلتج فزع اللي معنى أقرأ مرة ثانية عجبت لمن فزع من أربع يعني خاف من أربع كيف لا يفزع يعني يلتج إلى أربع أربع آيات قرآنية الإمام الصادق يعلمنا تفيدنا في أربع مراحل في الحياة هذا تعليم الليلة أولا عجبت لمن يخاف شيئا من سوء أنا أخاف في السوء يجيني في المرة في الكوليرا ماذا فتشي استدام سيارة بالسفر بالحضر كيف لا يفزع إلى قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل أول الصبح لمن تقوم وتروح وتطلع إلى الشغل تقول حسبنا الله ونعم الوكيل ليش فإني سمعت الله عند عز وجل يقوله بعقبها رأسا في القرآن عندما تقرأ حسبنا الله ونعم الوكيل شنو تجيه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء اللي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل تشمله الآية التي تليها شنو تليها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء هذه واحد وعجبت لمن اغتم هالأيام غم وهم هواي أكو هموم وهموم وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما قضيت يونس عليه السلام ذنون ليش فإني سمعت الله تعالى يقول بعقبها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بهذه شيء دائما عندما يأتينا الغم والهم لازم نقول لا إله إلا الله أفضل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هاي الآية التي نقرأها في صلاة الغفيلة هاي اثنين الثالثة وعجبت لمن مكر به من المكر بالسوق بالتجارة بالعمل بالزواج ما أدري بأي شيء صار عليها مكر رحيلة سوى له وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله عز وجل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ليه شيء إمام الصادر فإني سمعت الله جل وجلاله يقول بعقبها رأسا بعد هاي الآية فوقاه الله سيئات ما مكروا الله شيء مترتبط أما الرابعة وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها أنا أريد أصير تاجر أصير متمون أوضاع المادية أصير زينة طبعا بالحلال وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله بس هذا يقول يكرر هذه الكلمة يريد لك فلوس تريد ما شاء الله لا قوة إلا بالله طبعا إذا قلتوا ما صال لكم فلوس تقولوا شون هاي الرواية يمكن مو مصلحتنا الله حكيم يمكن إذا قطينا يصير بطر يصير إنا شو مدريك يعني مو كل فلوس دي هنا واحد كان يقول إذا مريدت فلوس مع العافية يعني أكون بجدهة وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإني سمعت الله الله عز وجل يقول بعقبها إن ترني أو إن ترني أقل منك ذول الثنين الإخوة إن ترني أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا منك ومن جنتك وعسى موجبة آي كلام الإمام عسى مو يمكن يعني حتما تصير هذه الآيات الأربعة واحد يقراها إن شاء الله في هذه الملمات اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد الله 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 الله